بعد التحولات الاخيرة التي جعلت منها ما يشبه عاصمة عسكرية واقتصادية نتيجة توفر الخدمات الاساسية تبدو محافظة مأربة محطة جذب خصوصا بعد حالة الاستقرار الامني التي تحظى بها من بين المدن المحررة وهو ما ضعف من فرص الاستثمار في مجالة عدة ثلاث سنوات هي المدة الزمانية التي اتاحت فيه الحياة للناس هنا بالتقاط انفاسهم اذ استراحت فيها المدينة من الحرب رافقتها جهود حكومية في محاولة لموازاة التطورات المتسارعة في عمر مأرب غير ان مطالبات للسلطة في مضاعفة جهودها على تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي في ظرف زمني بسيط مثلت محطة جذب لمئات الالاف من اليمنيين وبعد ثلاث سنوات تحولت الى ما يشبه عاصمة عسكرية واقتصادية لكنها تزاملت مع ازمة السكن وارتفاع الايجارات فضلا عن تفاوت اسعار السلع والمواد الغذائية والمنتجات في اسواق المدينة وفي مقابل تلك التحولات يعاني الساكن هنا من صعوبات وازمات تمثلت بعدم انتظام صرف مرتبات الجيش وغياب دور السلطات المحلية والمنظمات الانسانية والاغاثية خليل الطويل قناة بلقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر